يعني هناك ثمانية بنود أساسية على جدوى الأعمال القمة أبرز هذه البنود طبعا القضية الفلسطينية أو الحرب على قطاع غزة بتتصدر الاهتمام والأولوية إذا حبينا من حضرتك كده ننظر إلى بنود هذه القمة وأهم ما سوف يطرح على الطولة ما بين الزعماء والقضاء العرب بالفعل كما تفضلت دكتور محمد يعني هناك البنود كثيرة ولكن يأتي على رأس أولويات هذا الاهتمام في الأجندة ما يحدث الآن في غزة وضرورة التصدي وأن يتبلور موقف موحد تجاه ما يحدث في غزة الآن وأتصور أن المعول عليه هو للأسف إلى هذه اللحظة فقط الصمود الفلسطيني وموقف الدولة المصري الراسخ والثابت الاستراتيجي تجاه التصدي لمخطط التصفية وأنه لا بد من التسوية وفقا للمرجعية الدولية أتصور أن الدولة المصرية لها هذا الثقل الحضاري وذلك الثقل السياسي والتدخل القانوني أمام المحكمة والتدخل في الدعوة المرفوعة من جنوب إفريقيا وكل هذه المواقف نستطيع أن نلخص ونقول الآتي أن الدور المصري والدبلوماسية المصرية والأجهزة المصرية المعنية كل يعمل في مجال سواء كان الأجهزة الدبلوماسية الإعلامية القيادة السياسية الأجهزة الأمنية الشعب المصري الكل يقف على أرضية ثابتة واحدة وتجد الآتي تجد أن تلك الدبلوماسية وتلك القيادة السياسية الدولة المصرية الدولة هي الآن العصى التي يتوكأ عليها الأشقاء في القمة العربية والعصى التي ضربت الإرهاب وتهش بها على غنم التطرف وللكل له فيها مآرب أخرى مآرب استراتيجية وسياسية واقتصادية وحتى ثقافية وفنية هذا هو الدور المصري وهذه هي الاستراتيجية المصرية أيضا هناك بنود أخرى تأتي في مرتبة أقل من هذه القضية الملحة الآنية قضية غزة فكرة تدخل قوة أخرى إقليمية في الشؤون العربية فكرة التصدي لهذه المخططات وعدم التدخل وأمور أخرى تتمثل في هذه العلاقة ما بين الصومال والجيبوتي وقضايا كثيرة عديدة حافلة في هذه الأجهزة ولكن الأولوية لما يحدث في غزة